الفترة اللي جاية من أصعب الفترات ماتش النهاردة مش سهل برغم الفوارق بين الفرقتين النادي الأهلي زي ما احنا عارفين في المركز الثالث ونقص له مبارتين موجلتين منهم مبارات النهاردة ولكن نادي المقاولين كمان ظروفه صعبة جدا 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 فريق ليباع كبير في الكرة المصرية بيمر ببعض الفترات الصعبة يمكن الموسم ده من أسوأ المواسم بالنسبة لنادي المقاولين العرب. النادي المقاولين العرب في المركز الستاشر. مركز لا يليغ بنادي المقاولين. ولذلك ماتش النهاردة مش عايز أقول النقطة بالنسبة لنادي المقاولين كأنه مكسب. فريق عريق فريق ليه سوالات وجولات في بطولة أفريقيا. ولكن اللي يزيد صعوبة المباراة كمان ان هو في موقف صعب جدا 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 جدا. نادي الأهلي كمان لعيفته في موقف صعب جدا 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 جدا. انت بتلعب على بطولة. عايز برضو خلينا نقف هنا شوية. لما بتيجي تلعب على بطولة. نادي الاهلي يملك كل مقاومات البطولة. بتكلم على نادي كنادي.